اشتركوا في القناة 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 والبشرهان والبشرهان اشتركوا في القناة 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 يجب أن يستعمل نيوانس قليلاً أكثر لكي يستعمل بمطارح يريح ويعطي إحساس أكثر ولكن يستعمل نيوانس أكثر من قبل ولكن هذا يجب أن ننميه بعد يجب أن ينتبه له مرتضى كثير هو النزال يبدو أن يلحق نزال ولكن يجب أن ينتبه على النزال ويجب أن ينتبه على وضعية الصوت التي يستعملها بصفوف لكي يجب أن يغني ويطبقها ويشيل هذا النزال لأنه كلهم مع معلقين ببعضهم لذلك يجب أن ننتبه له أكثر بصفوف نشتغل عليه وهو يجب أن يعرف أنه يطبق أحسن بالأغاني مرتضى صوت مؤثر حلو كثير حنون ولكن هناك شيء بمرتضى كل الغنية يغنيها تم ومطبق أنا أتعجب كيف يستطيع أن يغني لأنه تم ومطبق صار يصرخ أنا أريد أن أسمع مرتضى أن يغني وليس أن يصرخ تا يقدر يغني لازم يفتح تمه طبيعي مثل ما عملنا بصفوف هذا كله ما تطبق اليوم تطبق الصريخ هلأ نرجع عن جديد معله مثل ما قلت حضرتك مديرة أنه الواحد يعطي فرصة لهذا التلميس اللي مش من أول مرة رح يفهموا علينا بدنا نرجع لأنه صوت مميز مرتضى صوت بعد معه أنا يلي ما كنا عم نشتغل بالفوكاليز سمعت غير صوت عن هذا الصوت مشان هيكي مصرة أنه هلأ هالجمعة بنرك على الشغل تا يفهم هو أنه الغنى مش بالباور وبالصريخ طيب هلأ مرتضى صار عنده مشكلة كبيرة بالبرايم كلنا منعرف بيقول ما سمع فات غلط ما لحق حاله ما زبط يعني طلعته ما بتشبهه لمرتضى كانت نهيئية يعني خلص فات كانت القصة يعني اللي ما بيعرفه من قبل بيقول ما نمنيح هيدا الشاب يعني ليش عم بيغني هون هو هلأ عم بيصرخ و عم بيعمل لأنه عم بفرجينا أنه هو أحسن لأنه هو خايف ما يدفع حق غالي هالغلطة قالك بلحق حالي هلأ هون بالنسبة لإلي أنا صوت حنون أنا اللي شف ما مشي معي بالإكزرسيس لأنه ضاي ما فرقيني معه إلا تغتيت البرايم أنا من وقت ما رحت لعندهم كمان على جيت على الأكاديمية حكيته وهو عم بيحكيني بغلطه خايف كتير ما فرقيني معه لا إكزرسيس ولا أقافه لا بيسكعب عالي ولما بعرف شو لمعصب ما بيله إلا يفرجينا أنه أنا صوت حلو وبعرف غني بس صار معي غلطة أنا بقدر هالشي وبقدر إنه هو خايف كتير وبقدر إنه كل إنسان بيغلط أكبر فننين العالم بيغلطوا على المسرح ما بيمنع إنه كان مؤثر كتير لغنيه الغنية مؤثرة معناها مؤثر طبعا شاب طالع من بلد مثل العراق اللي فيه حروم مؤثر جدا اللي سمعني منه وأنا بشوفه كتير بأشواط أحسن من البرايم اللي إفعال كانت عند مرتضة أنا لقيلي مرتضة صوت فيه شجن فيه حزن هو يمكن كمان مش مرتاح الأوضاع يلي عم بيمروا فيها بالبلد ترك أهله معلق بأهله فيه يعني حكينا بهيدا الموضوع شوي بالصف ولكن صوته فيه شجن صوته جميل وبرجع بكرر هو مش عارف قديش صوته حلو بالنسبة للإيفال اليوم طبعا بغد النظر يلي صار بالبرايم حسيت أنه عم يجرب يلحق حاله مظبوط الدخول طبعه ما كان عاطل وحتى عمل حركة هيك بأيده وموجوع ايده بلش منيح بس قد ما بده يغني نيح نسي مع هيك مش بس هيك التعصيب اللي فات فيه دغرة رجع تحول إلى حزن ما قدر يظهر من معنى الأغنية اللي عم يغنيها يعني الحزن كان طاغي أكتر نسي كليا اللي انطلب منه أنا لقلي قدر يؤثرني أنا شخصيا نسيني الإيفال يعني هون الفرق من أنه شخص حسه نسيني الإيفال وقدر يدقرني وحسيت بالأغنية وشخص نسيني الإيفال وموصل لي شي يعني فأنا بالنسبة لقلي أكيد أفضل من البرايم بس مرة الجاي بدي شوف مرتضى بشي فرح أكتر بدي شوفه بغير صورة يعني لازم نفكر مظبوط شو بده نطلب منه لنعطيه فرصة يظهر من هالحزن هيدا بس صوته حلو كتير وعنده شجن بصوته كمان بالنسبة لقلي مرتضى هو فيه كاركتر بصوته مميز يعني ما منلاقيه بحدد كبير من الأصوات فيه ميزة حلوة بصوته فيه هالجرحة بالعرب اللي بيعملها يعني كتير حلوة فيه هالعرض بصوته فيه نرنة فيه كتير إشي حلوة بصوته ولكن مرتضى هو حدا ما بيسامح حاله إذا غلط يعني حدا يعني إذا بدكن غلط بالبرايم قد ما هو عتلان هام واحد ولدرجة هو إن إذا بيغلط بيعتبر حاله عمل شي كتير كبير وما بيعود يتصلح بيطلع من الجو بيبطل قادر يضبط الموضوع بتنتزع الإشياء كله مشان هيك كمان مرتضى لازم يتعود أو يتعلم إنه الخطأ ممكن يصير بس المنيح هو إنه نعرف نصلحه بسرعة من دوم ما يخله العالم كتير تعرف شو صار بأن شاء الله يقدر مرتضى أول شي يشتغل على هيدا الموضوع واتنين يقدر يحافظ دايما على نفس التوناليتاي من دوم ما يخرج عن الطبقة من دوم ما يعمل إشياء خارج التوناليتاي متل ما اليوم صار معه شوي هو عم بيغني لأنه عنده صوت كتير مميز وكتير حلو اشتركوا في القناة